ومن المطار لسوق الخضار ده اسم يعني يخطف الحمد لله اتوفقت في الاسم الحمد لله ده كان اخر كتاب ده احدث كتاب اه رحلتي من المطار الى سوق الخضار اه رحلتي من المطار لسوق وده جاء بعد الزواج كل الكتب الاول كده كنت انا اعزب وكنت بسافر وانا اعزب بعد كده بقيت متزوج وبقيت بسافر شوية وانا متزوج فكنت عايز اعمل ربط بقى ما بين الفكرتين عالم جواز السفر وجواز المأزون من ناحية والعالم التاني عالم الحياة مع الصفر شكلها ايه والحياة مع الزواج شكلها ايه والحياة بقى في الصفر مع الزواج لاتنين مع الله ده موضوع ممتع على فكرة لازيز ان انت يكون عندك بارتنر في الصفر حسيت باختلاف لما كنت بتسافر لوحدك على لما بتسافر انت وامراتك اه ده حقيقي وفي اماكن انا سفرتها وانا يعني بعد الجواز بس سفرتها الواحدي وكنت متمنى جدا انها كانت تكون معايا فيها وما كانتش تلقى معاك ليه كالفلوس كافي سفرية واحد بس متأجل السفرية متأجل السفرية لحد ما الفلوس تكمل ويتسافروا سوا متأجل المرة الجاية انت ما أجلت السفرية عشان عملية صح يعني لأ ما ينفعش وقعد الجواز لزي الموضوع يختلف هيعرفة الباشن وهي خدتني وهي عرفة ان انا السفر بالنسباتي مش هقدر قومه بس حسيت ان انت يكون عندك بارتنر في السفر ده موضوع مختلف ممتع جدا في بلد من البلاد اللي رحتها في لحظة كده من اللحظات من كتر حبك ليها قلت انا هسيب مصر وعيش هناك انا هسيب مصر وعيش في البلد دي هل جات لك الفكرة دي جات لي في مكان بعينه في بحيرة أنا نوري في جورجيا السحر هناك من الطبيعة والسلام النفسي اللي بتكون فيه لو انت واقفت تتفرج على البحيرة بس يخليك عايز تستقيل من شغلك وترمي كل حاجة ورى ظهرك وتقول انا عايز اجي اعيش في الحتة دي حتى لو هعيش حياة بسيطة بس ما قدرتش تعمل كده طبعا بس ما قدرتش طبعا اكيد اصلا بلدنا ما تتسافش برضو يعني احنا نروح ونتفسح ونشوف ونسافر ونشوف مناطق جديدة ونشوف شعوب جديدة ونشوف اماكن جديدة ونأكل اكل مختلف عن اكلنا بس ما نقدرش نبعد عن بلدنا نرجع طبعا افدا طبعا اكيد